السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم سوف نقوم بعمل الكيكة و الحلوة لأطاها رصدج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ديسباسيطو هي واحد الكيكة التي تجي اكثر اكثر من رائعة تبع معي المقادر و طريقة تحضير في المقادر 3 البيضات لدي سانيدة لدي دقيق عندي الساشية سكارفانيا و عندي خمارة و عندي جو الساشية غبرة الكاكاو هدي ندير البيض نضيف عليه السانيدة و هدي ندير الساشية الباني و هدي نطربهم و هدي نطربهم حتى يضع في الحجم البيض و انا كنطرب غادي نضيف واحد جوجة المعالقة ديال المدافئ كيف ما عرفتوا دابة الحال برد غادي المدافئ غادي يعون هدي البيض باش يطلع علينا بالزربة و من بعد ما طربنا البيض حتى ولنا على هات الشكل انا كنطرب واحد القبصة الملحة و قبيلة نطرب سمعها البيض و كيف ما قلت لكم نضيف سمعها المدافئ باش يطلع عليها البيض بالزربة و هدي ندير دابة بطقيق بطقيق نضيف عليه الساشية بطقيق ونضيف عليه الخاميرة كيميريا ونحرك بهذا الشكل من الأسفل إلى الآلة ونقوم بعمل هذه الأقنية نستمر بهذه الطريقة يندمج لنا جميع العناصر يندمج هذا الدقيق على البيض ونخويف وحد المول وندخله الفران وهذه هي المرحلة الأولى ومنبذ بعد ما يطب لنا الكيك ديالنا وهذه نجري وحد الكريمة نجريها من فوق ونضع الزبدة ونضع الزبدة ونضع الزبدة ونضع الزبدة هذا الشكل ودى غدين دخله الكيكة الفورن الطيبة طيبة من التحت يطيبها شوية من الفوق حيث هادي معجينة هادي الكيكة على ما كتبت لبس لو أقص بزف دخلنا الكيكة ديالجينواز الفورن بقليناها طيبة دى بحضرنا نضيف حمام مليم نضيف سخون نضيف سريع الدوابن نضيف شوكولات كيكا أصلها برازيلي وكتستحق أن الإنسان يجربها فعلا تجيز أكثر من رابعة خلوت نقن خلط في كل شي حتى تنضيف نجلي هاد شوكولات اللي نضرت مع هاد دونت ومعلقة صغيرة ديالي سكافي أفون قهوة سريعة قهوة ديالي سريعة الدوابن ومفعلا ممكن ديالي سكافي نضيف الكتاب دابن موضع دابن مرد وما هي ونضيف حضر خشدة بنكهة الفانيلا فانت نضيف حضر الحشدة نكهات البانيلا وهنا عندنا نحليب بارد يكون بارد مزيان غادي نطربو نحتاسو لنا قشتة جاهزة ودابا بعد ما طلعت لنا الكريمة كيف ما شفسو هيا هادي غادي نضاف عليها هذا كالشوكولات اللي دوبت مع بانت وغادي نبقى نحرك فيها نحتاج ندامج ليه ندامج جميع العناصر اللي كلين هيا هيا كيف ما شفت صورة هاكد ساهلز عمام الشي كتطلب شي شي مشهود كتير ولا فيها شي صعوبة بالعكس ما تعكزوش عليها جربوها ركجي روعة 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 نحن نضاف نخليو هذا على الجنب ودابا نشوفوا الكيكا دينا جبدناها من الفرن غادي ضروري خسني نسقيها خسني الكاس دي الحليب دافئ غادي نضاف عليه مع القادي الشوكولات الحلو غادي نتقب كيكا ديالي على هات الشكل نسقبها نسيان هاكده وغادي نسقيها بالحليب هذا اللي درس بالحليب دافئ تموت ناحية 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 تبقى المشكلة تبقى المشكلة لنضع الكيكا بالحليب سوف نضع الكريم نضع الكيكا نضع الكيكا نضع الكيكا كل واحد كيفية نضع الكيكا نضع الكيكا نضع الكيكا نضع الكيكا ستعمر نزيينها بها الطريقة. الطريقة اللي ساهلة كل شيك يعرف ليها. انا درت الشوكولة اسود من نوعية جيدة. كان لونه مغرق غمق وهذا هو الشكل النهائي ديل دي سباسيطو. دي كتجي روعة روعة. متعكزوش جربوها. ولا عجباتكم. ما تصبحوش رينا باللايكات ديالكم. وشكرا. باش نشجعو نزيدو شي وصفات جديدة. شوفو كيفش كتجي روعة 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 روعة. وشكرا وإلى اللقاء.